السلام عليكم أي المتابعون الكرام شكرا لكم أي طيبون شكرا لكل إيش تقدمونه لقناة سيمو نيوز ونقول للمشتركين والمتابعين جدد مرحبا في قناتكم وقبل تترق لموضوع الفيديو رجاء أيها المتابعون الكرام لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم على وسائل التواصل الاجتماعي فبهذه الطريقة تساهمون في انتشار القناة وإيصالها لأكبر عدد ممكن من المتابعين الطيبون الأوفية سبقا وأشرت في فيديو سابق على أن جهة الرباط ستعرف إنشاء ثلاث ممرات تحت أرضية وبالضط في مدينة سلا والمفاجأة هي أن هذه الممرات تحت أرضية سيتم إعطاء انطلاق الأشغال بها في نفس الوقت والانتهاء من الأشغال بها سيكون كذلك في نفس الوقت أي أن التوقيت سيكون موحد موحد من أجل إعطائنا ثلاث أنفاق في فترة زمنية موحدة نقطة الانطلاق ونقطة النهاية المهم طرح السؤال ما هي الشركات التي ستصهر على تنفيذ هذه المشاريع؟ اليوم وصلتنا معلومة أكيدة على أن هذه الأنفاق ستصهر على تنفيذها شركتان شركة الهلاوي المعروفة والتي أصبح سيطها معروف وكذلك شركة الانش جي او التي أعطتنا مؤخرا التحفى الطريق الرابط بين برج محمد السليس وعنق الجمل إذن شركتان شركة الهلاوي وشركة الانش جي او شركة الهلاوي ستتكلف بإنشاء نفقان وانش جي او نفق إذن الإخوة الأمر أصبح واضح شركة الهلاوي نفقان وشركة الانش جي او نفق ونتمنى لهم التنفيق